تواصل وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لتوفير احتياجات المواطنين من جميع أنواع السلع بأسعار مخفضة حيث تصل نسبة التخفيض إلى 60% هذا وتستمر فعاليات هذه المبادرة حتى نهاية شهر أغسطس كما تستمر التخفيضات أيضا في منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام تنفيذ لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبما يسهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين أعلنت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر أغسطس أول ما وزارة الداخلية طلبت مننا أن نمد المبادرة شهر كمان بالفعل نحن نبينا الطلب في الإطار اللي بتعمله وزارة الداخلية لضبط الأسواق وطوفير السلع علينا ونقدر نوفر الكميات والخصومات التي تصل إلى 60% تتوفر السلع بأسعار مخفضة بفروع السلسل التجارية المشاركة في المبادرة والتي تصل إلى ألف واثنين فرع على مستوى الجمهورية تتراوح نسب التخفيض من 25 إلى 60% بالإضافة إلى توفر السلع بعدد من الصرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وكلها موضحة بالأسماء والعنوين على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت للتيسير على المواطنين في الوصول إليها والاستفادة من فارق الأسعار نحن نتعاون مع وزارة الداخلية أن نحن نوصل السعر الحقيقي للمستهلك بدون غلاء غير مبرر لحلقات الوسيطة العالية مدينا المبادرة لآخر شهر 8 إن شاء الله وعلى السعداد نتكملها معهم لأن نحن بدئين من بداية المبادرة ونحن فيه انطلاقة من انطلاقة المبادرة ونحن موجودين معهم عندنا عروض كاملة جداً على الاستلعار التراتيجية مع العلم أن هناك أزمة عالمية لكن الحمد لله فيه دعم من وزارة الداخلية معنا الحمد لله الأسعار كويسة ومتوفرة والحاجة كويسة جداً وإحنا دايماً بنيجي الأماكن ديك لأن فيها فرق كبير بيننا وبين الأسعار برا والله المبادرة أنا شايف فيها حاجة كويسة جداً للأسعار مناسبة وبيضغط السوق اللي برا مخليها الأسعار حاسة الأسعار أحسن من السوق اللي برا بكتير منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية تواصل بدورها توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية حتى نهاية العام الحالي وذلك من خلال منافذها السابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 1026 منفزاً موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الثانية والعشرين التي أطلقتها وزارة الداخلية في ظل متغيرات دولية وإقليمية انعكست على الحالة الاقتصادية وأسعار السلع والخدمات المختلفة أسهمت في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة وبسلع تتسم بجودة عالية توفر مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60% في أفرع السلسل التجارية المشاركة بها وكافة المنافذ المشاركة في هذه المبادرة عبدالبركات التلفزيون المصري